في مركز الأطراف الصناعية في العاصمة المؤقتة عدن يعمل ياسر وعشرات الفنيين في صناعة وتجهيز الأطراف الصناعية لتركيبها للمعاقين الذين فقدوا أطرافهم وبرغم يعاقة ياسر إلا أنه يعمل بكل جد واشتهاد في تجهيز الأطراف الصناعية ليتمكن الكثير من أقرنائه من تركيب أطراف صناعية تساعدهم على المشي أتقن ياسر مهنة تركيب الأطراف الصناعية منذ سنوات والتي يفتخر بها ويقول أنه استفاد كثيرا من الدورات التهيلية والتدريبية التي تلقاها مع زملائه والممولة من مركز الملك سلمان للغذة والعمال الإنسانية قبل أشهر والآن مركز الملك سلمان في المشروع الجديد هذا يجبنا مواد خام وأطراف صناعية وخبراء القائمون على مركز الأطراف الصناعية يقولون أن المركز أصبح يعمل بكل طاقته بعد أن عاد تأهيله مركز الملك سلمان للغذة والعمال الإنسانية وزوده بالمعدات والأجهزة والتي كان يفتقل لها وأصبح مركز الأطراف يستقبل اليوم أنت المرضى والجرحة من مختلف المحافظات اليمنية ليقدم خدماته الطبية لهم بالمجان لقناة الإخبارية عبدالثة غلاب